في ظل كثرة الحروب التي شهدتها البلاد واستخدام الجيش الأمريكي لأسلحة المحرمة دولياً خلال غزوه العراق ترتفع نسبة الإصابات بالأمراض السرطانية وتكثر التشوهات الخلقية لتتصدر الفلوجة والبصرة والموصل المدن الأكثر بعدد الإصابات السرطانية مفوضية حقوق الإنسان في البصرة حذرت من ارتفاع أعداد المصابين بالأمراض السرطانية إلى 3000 حالة بحلول العام 2025 في ظل تسجيل 800 حالة حصة الأطفال منها ليست قليلة أغلبها في المناطق العشوائية الملاصقة للمواقع التي تتكدس بها المخلفات الحربية والنفايات المشعة في المحافظة والله يا عمي أنا مريض والعلاج قالي العلاج بـ 75 وبـ 80 وماك غير الله وإحنا متخلقلين حيلاً لحد يدير باله على المرضى لحد لا شغلة بالمرضى صار لسبح تيام يوم ويأي رايح يوم ويأي رايح للتعليم ومتأذين أبية كاملة لا علاج لا مدارة من الحالة هاي نسي والله والله كريم إنه الله إن شاء الله وماك غير الله بعد عم أما مدن الأنبار فقد سجلتها الأخرى ارتفاعاً واضحاً بمعدل الإصابات بأمراض السرطان خاصة في الفلوجة والرماد والرطبة فيما أرجع مختصون أسبابها إلى عدة عوامل أبرزها آثار الأسلحة الأمريكية المحرمة التي استخدمت بالمحافظة بعد عام 2003 الأسباب الأخرى الحقيقة لزيادة نسب السرطان هي تلوث مياه الأنهار ونحن نلاحظ المستشفيات للدرانج والفضلات في الأنهار مخلفاتها في الأنهار أيضاً أدت إلى زيادة نسبة استخدام اليورانيوم المنظم في الحروب يعني سواء حرب الخليج اللي الأميركان استخدمه اليورانيوم المنظم والحصائيات تقول 900 طن من حصة البصرة حقيقة 200 طن من المواد التي استخدمت ما يجري في الأنبار والبصرة لم يكن بعيداً عن الموصل التي تعرضت أيضاً إلى قصف شديد بالأسلحة المحرمة دولياً ومنها قذائف الفسفور والتي أدت إلى ارتفاع أعداد الإصابات بالأمراض السرطانية وزارة الصحة في العراق ما زالت تحاول تقزيم الأزمة معتبرة نسبة الإصابات المسجلة بأنها طبيعية متغاضية عن حقيقة مفادها أن الإصابات تتركز في مناطق ملوثة باليورانيوم وهو ما يستوجب عليها بالضرورة رفع دعوة ضد الجيش الأمريكي الذي استخدم أسلحة محرمة دولياً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر